هذا وتحظى رياضة القدرة بدعم كبير ومتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الأمر الذي نعكس بالإجاب على المشاركات المحليات والخارجية لفرسان مملكة البحرين وحصدهم للعديد من البطولات في مختلف منصات التتويج تمضي مملكة البحرين قدما في حصد العديد من الإنجازات في رياضة القدرة التي تحظى بدعم كبير ومتابعة مباشرة في الميدان من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم فلطالما شكل توجيهات جلالة لبراسل لجميع فرسان مملكة البحرين وهو من عكس بالإجاب على المشاركات المحلية والخارجية في تحقيق البطولات والنتائج المتقدمة طوال الفترة الماضية الأمر الذي رسخ من مكانة البحرين الرفيعة والسجلها المتميز على خارطة سباقات القدرة إن المتابعة واهتمام عاهل البلاد المعظم الدائمة ساهم في وصول رياضة القدرة إلى مستوى مميز وباتت المملكة وجهة رياضية للعديد من الفرسان من مختلف دول العالم الذين يحرصون على المشاركة في بطولات القدرة البحرينية مسيرة الازدهار لرياضة القدرة البحرينية تواصل شق طريقها بنجاح بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبقيادة فارس سباقات القدرة سمو شيخ ناصر بن حمد الذي قدم الكثير لرياضة القدرة التي أوتيت ثمارها في محافل عديدة ومنها السباق الأخير الذي توج به سموه في أسبانيا كما ويشكل حرص سمو شيخ خالد بن حمد في متابعة جميع مراحل السباقات القدرة دافعا كبيرا لفرسان البحرين في جميع مشاركاتهم مما أسهم في رفع راية المملكة على منصات التتويج المحلية والإقليمية والعالمية المشاركات الواسعة لفرسان البحرين في مختلف البطولات دلالة على انتشار رياضة القدرة البحرينية وحرص الاستبلات والفرسان على التواجد في السباقات الدولية وتمثيل مملكة البحرين في مختلف المحافل لمواصلة الارتقاء برياضة القدرة البحرينية